اشتركوا في القناة 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 من أهم اللعيبة اللي بتعمل البلد اوب برجليها بشكل كويس في نجمة على لوكا مودريتش ليه النجمة دي أنا شايف أن لوكا مودريتش هنا هو مش عايز يستلم الكور هو مخبي نفسه وراء فيراتي لو لوكا مودريتش سحب نفسه قدام فيراتي ريال ماديت بقى عنده حاسمها بلاس وان بقى عنده واحد مش مراقب أو بقى عنده فيراتي تلع قدام فنفضيت المساحة دي البنزيمة طب نكمل الكورة إيه اللي حصل الكورة دي كاسيميرو المفروض أن نميسي كان بيزيد عليه شوية شبه شوية دور مصطفى محمد على لعيب نمرة 6 هتلاقي أن نميسي سهي شوية عن كاسيميرو كاسيميرو تحرك في ظهره لما كروس نزل إدى الكورة لكورتوا نكمل اللقطة اللي بعدها هتلاقي أن كورتوا بيدي الكورة لكاسيميرو ريال مادريد تلعب الكورة ريال مادريد هنا قدر أن هو يعدي من خط الدفاع الأول بتاع باريس الكورة راحت لكاسيميرو علشان ده كاسيميرو علشان ده مش لوكا مادريد هتشوف في الصورة الجاي هو عملية كورة دي لو مع مادريد شاكريم كان لف خد الاستحواز وتلعب بيها لقدام هو أسهل حاجة رح حاطتها الماندي ماندي مش في الفورمة زي ما بقولك التحولات كانت كويسة في بعض الأحيان لكن الأداءات الفردية ما كانتش على المستوى هتلاقي ماندي هنا بص كاسيميرو دي بتعمله إيه بيقوله إلعب قدام ماندي رايح على اثنين ديماريا وأعتقد دافيراتي بيرجع الكورة الوراء السورة اللي بعدها بتقلب لديفنزيف ترانزيشن ريال مادريد في حالة تحول دفاعي بعد ما كان في تحول هجومي فده فكرة إن أنا كاسيميرو هو اللي تلعب الكورة مش مودرش إن كروس ما كانش هو اللي بيطلع بالكورة كاسيميرو إن ماندي ما قدرش يطلع الكورة الفينيسيو زي كل اللعب طب تعالوا نشوف اللي بعدها برضو لقطة من لقطات البلدوب دي نفس لقطة البلدوب اللي اتعملت نفس الضغط العالي لكن في حالة برضو الضغط العالي ريال مادريد قادر إن هو يبقى عنده واحد في نص الملعب خلف خط الدفاع اللي هو كاسيميرو كروس ومودرش هنا نزلوا عشان هما اللي يستلموا ويطلعوا بالكورة في الحالة دي كاسيميرو في دي ياهوبا فقدر كورتوا بمهارة عالية جدا إن هو يوصلها لكاسيميرو أو لبنزيمة اللي عليه النجمة بنزيمة قدر إن هو يسحب نفسه ويعمل الدور اللي بيعمله على طول إن هو يستلم الكورة هتشوف في الصورة اللي جاية بنزيمة نزل استلم الكورة هنا كام على كام هنا أربعة على تلاتة لكن بنزيمة لعبها برأسه الكاسيميرو غلط فقدر الاستحواز لو بنزيمة كان في يوم ومش مصاب قدر ياخد الكورة على سيدرو يحطها على الأرض الكورة دي تلعت لفينيسوس تلعت لمركو أسينسيو تلعت في القلب الكاسيميرو هتروح أربعة على تلاتة فقال ريال مدريد كان سيء لكن ما كانش بالسوق اللي الناس قالت عليه ما كانش بالسوق اللي الناس وصفته أنا ما اتفل مع هوبا فكرة شخصية لا ريال مدريد لازم يلعب بالكاركتر أكتر من كده وعندنا حالة تانية بسعالي سأخد رأي يهوبا برضو أنا معاه في حتة الكاركتر لكن أنا حشوف بقى في لقطات تانية أنا لو كنت فاتحت الملعب لأ كانت النتيجة هتجبر لأن في كواليتي لعيبة أعلى مني في سرعات أعلى مني دي النقطة اللي كنت بقولها هوبا إمبالح في المقدمة بتاعتي أنه لما قاله سكيروش كان بيلعب بالطريقة بشبح كده مع منتخة مصر والناس كانت تقول إحنا دي ما بنهاجمش إحنا دي ما بنخطرش هو الراجل يعرف إمكانياته جيدا ويحترم جدا ويقدر إمكانيات اللي قدامه وده كان الواقع فإنك تعرف تخرج أصلا بالمباراة من اللي انت عايزه زي ما حصل في كلاس أمام الأفريقية لحد المباراة النهائية ده كان نجاح ريال كان لو تعادل إمبالح حدام باريس في فرنسا تعادل سلبي بعيدا عن الهدف سجيلهم بابير في آخر ثانية من المباراة وكنا نقول إن ريال نجح وأنشلوتي نجح بس أنا عندي بس كم تعليق كده بره المباراة نفسها هو إدارة أنشلوتي للسكواد الكاملة بتاعة ريال مدريد لغاية الوقت ده من الموسم كان واضح جدا من بداية الموسم في الدوري الأسباني اللي ما بقاش مقياس خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة إن الدوري الأسباني خسر كتير جدا بعد رحيل كريستيانو رونالدو وبعد ميسي فالدوري الأسباني ما بقاش مقياس لقوة ريال مدريد وبالتالي تصدره للدوري مش معناه إن هو فرقة قادرة إن هي تنافس على المستوى القرية ومستوى شامبينز ديك إدارة أنشلوتي لقايمة ريال مدريد من أول الموسم كان باين جدا إن هو هيوصل في المراحل الحسمة بتاعة شامبينز ديك سواء في فبراير أو في مارس وهو عنده ناقص كبير جدا في القايمة بتاعته كربخال كان معروف من أول الموسم إن هو مش فت إن هو بيتصاب كتير بديل وفاسكس اللي هو ما عندوش أساسيات الباك اليمين حتى كربخال لما طلع الجون جي من نفس الجهة اللي كان قافلها بالخبرة كربخال دي رقم واحد بس أنا يسفنا بأعطاك جدا أنا كان عندي تحافظ على فكرة كربخال ومدرش وهم الاتنين بيشتغلوا على مبابين ناحية اليمين ديك أولاً الاتنين معدل العمر الكبير اللي عقدتهم بدني أكيد هيبقى مش كبير جداً وأنت بتتكلم في مبابين طاقة مرعبة في مبابين حتى مع كربخال زي ما أنت قلت إن خبراته فاديته شوية بس مبابين عدى كتير من كربخال لا وغير كده كمان يا كريم إن هجومياً أسانسيو اللي في الحتة دي فأسانسيو مش فت نبراً هتكلمنا عليها فترون يعني أنا مثلاً كنت ممكن أقول هازرد بالخبرة بتاعته ممكن يسترجع ذكرياته بالتقلق بتاعته والعيد عنده خبرة أنا كنت مفكر وكنت مأتكلم مع مروان إنه بلبردي كمان يعرف يعمل درجة هجوم كويس وكان يؤدي درجة يبقى على فترون بلبردي كريم تثبت بقى الكلام ده ما هو السؤال بقى هو ليه حتى في الترانسفر ماركت بتاع يناير لما كان فيه ضغط النمتابي ييجي في يناير فيه راش باير كامافينجا مش مفهوم برد آه بالضبط يعني ريال مدريد كان عنده مشكلة بينة جداً في الفول باكس بتوعه وخصوصاً الفول باكس اليمين عنده ما عندهش تنوع في نص ملعبه ما عندهش ريجستة اللي يقدر بقى يستلم الكورة يهدى عليها حد زي جورجينيو حد زي فراتي اللي شفنا أداءه الرائع فالتشكيلة نفسه والسكواد دي مشكلة أنشلوتي لأنه هو اشترى في يناير ما اشتريش أنا بس عايز أقول نوضا بصراحة لأنشلوتي فكرة أنشلوتي التعامل مع فلورنتينو بيريز مش سهل خالص كلمتها بشجرة ريال مدريدو عارف زيدان نفسه ما قدرش زيدان نفسه جاء فترة وقال أنا مش قادر أكمل بس أنشلوتي بيعرف يتعامل مع فلورنتينو بيريز ليه لأنه بيقول ياسباني بيقول كي بيقول سي بالأسباني ما عندهش مشكلة في الترانسفير ماركت حجيبلي ده حشتغل معي حتمشي راموس حشتغل معي أنا بشتغل على اللي أنت جايبهولي بس عايز أزيدان كان كده برضو؟ يعني زيدان كل التأكيدة اللي عملها بعد أنشلوتي إنه هو خلّ كازيميرو وحرّر كروس ومودراتش بشكل كبير بس أظن أنه هو مثلا نجح في فلفاردي هو طلب مندي طلب هازرد جاله حرّر بنزيمة دخل ميليتاو طبعاً طبعاً الاسكواد ما يتغيرش كدير بس في النهاية كانت له أنشلوتي مش المدرب المتطلب علشان كده فلورنتينو بيريز جاب لأن فلورنتينو بيريز عنده أفكار قتصادية ممكن نتكلم عليه تاني بعيداً قوي عن الكورة دلوقتي تعالنا نبص نكمل الحالات ونكمل في حتة الترانزيشنز أو التحولات هالريال مادريد نجح فيها ولا لا وإيه اللي كان ممكن يحصل لو ريال مادريد ما كانش لعب بنفس الطريقة دي بس يا كريم دي نفس الطريقة أنا بتكلمك على التحول الهجومي الكورة هنا لفريق باريس سنجيرمان أنا شايف أنه وقفت والتكتل بتاع ريال مادريد كومباكت أنت بتتكلم بص بنزيمة رايح بيضغط مع كروس بيقدر هنا يستخلص اللعبة نكمل الصورة اللي بعدها الكورة هنا ريال مادريد قدر أنه يستخلص اللعبة وإحنا دلوقتي ريال مادريد في حالة تحول هجومي فينيسيوس فاتح على الشمال توني كروس موجود كريم بنزيمة موجود واللقطة دي بعدها بطالبهم بس في العدد لو يحضروا اللقطة اللي بعدها لقطة جون بارشلونة أنا سيبع عندهم في فولدر جون بارشلونة بص الكورة دي بتروح لتوني كروس طب وبعدين توني كروس بيعمل ايه على غير العادة بعد ما الكورة بتروح لتوني كروس توني كروس ميسباس الكورة دي هي هي تيبيكل ريال مادريد سجل منها في الكامب نوف الدوري جون ألابة وسجل منها جون فالفيردي اللي هكلمك على أدوار ففكرة لا كان فيه استراتيجية للتلوع بالكورة لكن الأداءات الفردية للعيبة ما فادتش النادي ان هو يعمل اي شكل او يستفيد بالتحول الهجومي ودي لو تفتكر الخريطة اللي جبناها في الاول خالص اللي تكلمنا ده اماكن فقدان الكورة في التحولات الهجومية طب نجيب الباقة الطالب بعدها لو جاهزة بتاعت ريال مادريد وبرشلونة هتلاقي انك نفس الاستراتيجية دي بتتلعب ريال مادريد على طول قوته اه بالضبط دي لقطة ماتش كاس السوبر الاسباني اللي تلعب في الرياض نفس اللقطة نفس المساحة اللي انت بتقطع فيها الكورة نفس اللعيب توني كروس نكمل اللي بعدها هتلاقي كاسيميرو بيكمل واخد الكورة من توني كروس وبيعدي هتلاقي اللي وراء كاسيميرو ده فيدي فالفيردي اللي كنت بتكلمك عليه اوكلمني علي فيدي فالفيردي ليه فيدي فالفيردي مهم جدا في عملية التحولات اكتر من ماركو اسينسي ماركو اسينسي يريد الكورة في ريجله فائد اكتر منه بوكس تو بوكس اكتر ما منه ريجيستا او لاعيب اللعيب هولدن متفيلدر يعني فهو في التحولات هيدي حل معك كورة ان هو يزيد هجومية بالضبط غير ان فالفيردي كمان مميز قوي في تحركات من غير الكورة زي ما كان هوبا بيقول كاسيميرو كمل عندك 1-2-3-4-5 ونتيجة 2-2 يعني مثلا برشلونة مكتش بتهاجم عشان تسجل عشان يتأخر كامل لقطة اللي بعدها هتلاقي كاسيميرو عادة طلع الكورة الفينيسيوس على الجناح حالت 1-2-3-4-5 على 3 كورة اللي بعدها فينيسيوس بيحطها بالعرض فيدي فالفيردي بيسجل هدف الفوز على برشلونة والتأهل نفس الكورة دي تيبيكل جون ديفيد ألابا لو جبناها في الفولدر اللي بعده جون ديفيد ألابا في برشلونة هي هي نفس الطريقة ريال مادريد بيقطع الكورة في التلت الأخير من الملعب وهو بيلعب لو بلوك هي هي دي باي معاك كورة الفريق كله كومباكت لو بلوك بنزيمة هو تحت الكورة عشرة تحت الكورة نتيجة 0-0 يعني ريال مادريد مش بيحافظ على نتيجة كاسبان بيقدر ان هو يستخلص الكورة في المنطقة دي نكمل الصورة اللي بعدها ديفيد ألابا بيعمل تحول بيديها الفينيسيوس فينيسيوس بيضم الجوة في الصورة اللي بعدها وبيطلعها لرودريجو رودريجو بيقدر ان هو يحط رودريجو هناك اخر واحد ابعد واحد في الملعب رودريجو بيقدر ان هو يعمل استحواز ويطلعها في الصورة اللي بعدها لديفيد ألابا اللي بياخد الكورة في الصورة اللي بعدها على شماله ويعدل ويحطها على شمال ترشتجين 1-0 لريال مادريد فده واضح انها استراتيجية مبنية من كرلو أنشلوتي من بداية الموسم. أنا قوتي فين؟ أنا قوتي على التحولات. أنا مش. على فكرة ريال مدريد مع مورينيو فريق ترانزيشنز. مع زيدان من أقوى أسلحته الترانزيشنز. مع أنشلوتي من أقوى أسلحته الترانزيشنز. فكان فيه استراتيجية. لكن هي ما نكحكش لأن أنت وإنت كرة معك؟ أنت أفسدت التحولات. دي مشكلة ريال مدريد كازم بها. لا وغير كده كمان الكواليتي بتاع باريس تان جيرمان. والضغط بتاعه والكواليتي اللي في الخط الخلفي وفي نص ملعبه اللي مش موجودة في معظم الفرق اللي ريال مدريد وجهها في السيزن بتاعه الهدل. فراتي كان عمل مباراة 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 عظيمة. فراتي عظيمة. يعني أنا في رأيك كان فراتي أفضل لعبي باريس تجيب. طبعا ما بيه قوة هجومية مرعبة لأي فرقات. حتى أنا طبعا كورتوه كان عمل مباراة مباراة بلعب. في نص الملعب الريجيزتا الديبلاين المسؤول عن الكورة ما يخسرهاش الفريق بتاعه. إن هو يبقى مسؤول عن الامامية. صحيح. دولا موجودين في العالم بنضرة دلوقتي. صحيح. يعني كل الناس وهما بيلعبوا أربعة تلاتة تلاتة. مفهومش الريجيزتا اللي موجود والإيطاليا بتدعت المركز ده. فواحد من اللعيبة يعني نتمنى إن احنا نستنسخهم تاني في أي مكان في العالم. صحيح. نسى مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل بمواجهة ليفربول وأنتر مينا نخليكم معا. طيب قبل ما نروح معوبة لمباراة ليفربول وأنتر كان مروان عايز يكمل حاجة بسيطة في مباراة باريس سانجل. ما ريال مدريد تحديدا باريس سانجل. حالة سريعة قوي يا كريم على الكواليتي. هل ريال مدريد كان يقدر يفتح المساحات ولا لأ؟ وهل كان يقدر يلعب بطريقة غير كده ولا لأ؟ وبنبنيها على موتش قبل كده لباريس أكيد أنشلوط يتفرج عليه. تعال نبص على الحالات ونشوف هل ريال مدريد اختار الاستراتيجية الأنسب ولا كان ممكن يفتح الملعب ويعمل ميت بلوك أو هاي بريس. هتشوف في الحالات هنا لما نعرضها أن ريال مدريد جاهزة معنا يا جماعة الحالات. الحالات. هتبقى جاهزة. أنا عايز أتكلم بس في النقطة دي على حالة مهمة جدا. خلينا نبص هنا. ماشي. دي حالة أولا كانت في الناحية الهجومية بتاعت ريال مدريد. المهمة هي أنها تقطعت وتردت لمسي. ريال مدريد هنا كريم بس كم واحد فوق الكرة. تبتتكلم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة أكتر من سبعة تماني لعيبة فوق الكرة ولكن دي في حالة مانشستر سيتي. خلاص خلاني نتكلم على حالة مانشستر سيتي وبعد نرجع لريال مدريد. الكرة دي اتكرارت هي هي مبارح. هي هي مبارح. مانشستر سيتي بيلعب دفاع هاي بريس. والكرة بترجع لمسي على الجنح اليمين. كمل اللقطة اللي بعدها. ميسي بيقدر ان هو يعمل بنتريشنز بتاعته حكيمي بيطلع له. وبعدين بيدخل في عمق الملعب. كل دليل لان مانشستر سيتي زايدة وعملة هاي بريس وضغط عالي. بيقدر ان هو يدخل في عمق الملعب. كامل الصورة اللي بعدها بيسندها الكيليان انبابي. كيليان انبابي بيرايح حاله. بيرجعها لمسي جون تاني لباريس في مانشستر سيتي. هل كان ريال مدريد يقدر يعمل كده مع باريس سان جرمان؟ ما كانش يقدر يعمل كده. نفس اللقطة دي لو كن لو عرفنا نعرض الحالة اللي حصلت انبارح. هي هي بالظبط نفس الحالة دي. ميسي قطع الكورة في نفس المكان. عمل بنتريشن ودريبل في نفس المكان. في الاريا بتاعته اللي هو بيحبها على الناحية اليمين. ها دي اللقطة. نعرضها بسرعة. الكورة دي في حيازة لوكام وادرش. اللقطة اللي بعدها لوكام وادرش. كروز بيشاور له. إلعابها الميندي. هو اختار يلعب على الكاربخال. كاربخال سنة ده كويس. أول ماركو أسانسيو. اللي مش افصايد لان حكيمي تحتهم غطي. كرارات فردية خاطئة. بتبوض استراتيجية اللعب. كملكين روح لأسانسيو. أسانسيو بيلف ضيع الكورة. اللي بعدها أسانسيو بيدخل لعمك الملعب. بيعملها طويلة الميندي. اللي بعدها. الكورة هنا فينيسيوس بيديها الميندي قرار خاطئ. ميندي بيدغط عليه. كامل اللي بعدها بسرعة. بالضبط هذه اللقطة اللي بتكلم عليها. ميسي بيقطع الكورة. من ميندي في نفس المكان اللي قطعها في ماتش باريس. بيسند على الحكيمي. اللي بعدها ميسي بياخد الكورة. اللي بعدها كمان. بيعدي من واحد واثنين وتلاتة. بمهارة ليون الميسي الخارقة. سواف برشونة أو باريس سان جرمان. بيطلعها الحكيمي واحد على واحد مع كاسيميرو. لولا إن ده كاسيميرو. مش أي واحد تاني. حكيمي كان عدة منه. وبقى واحد سفر لباريس سان جرمان. لكن في اللقطة اللي بعدها كاسيميرو. قدر ان هو يعمل تاكلينج. ويطلع الكورة. نفس اللقطة دي اللي حصلت في ماتش سيتي. وبمناسبة ان ميسي لعب خارج طبعا. طبعا. متفقين يعني. في المجمل المباراة. اه. بساركام المباراة كانت سيئة جدا في المباراة يعني. طيب. مباراة ليفر بول وإنتر. هما تقسموا المباراة. ويحسب بعدافين فرمينيو ومحمد صباح. طيب. انا شايف ان انتر مينا كان الافضل في الشوطين. أصلا. بس ابتداعا من جون فرمينو خلاص. المعنويات قلت جدا عندهم. والثقة اللي بدأوا بيها المباراة انتهت. عجبني في انتر جدا. مع ان انا من اكتر نسبت فاجعة دوري ايطالي يعني ومتابعينه. وانا مش من مشجعين الانتر. بس احترمت اداء الانتر النهاردة بشكل كبير جدا. مبدئيا شفت في الانتر النهاردة هو نسخة معدلة. من البدأ يبني كونتي من حوالي 3 او 4 سنين. نفس خطة اللعب ونفس طريقة اللعب. وكل حاجة بس النسخة افضل. النسخة معدلة. النسخة واقعية. النسخة بتزود امكانيات اللعيبة حتى مع مواجهة منافس اصعب. مبدئيا شفت انتر النهاردة عندهم ثقة مش طبيعية. في الخروج من الكورة والتغلب على الضغط العالي اللي فير بول كان بيعمله. واللي متعود يعمله مع اكبر فرق العالم. انتر في المناطق بتاعته كان بيبني الكورة بمنتهى الثقة. اصلا اول ما الليفر كان بيضغط اقول الكورة هياخدوها. لا لا انا مش مصدق. ازاي كان من اول هندانوفيتش. لغاية خط الدفاع. لغاية خط النص. ان كمية البساط في الوقت ده. بالثقة دي. بالدقة دي. دي كانت حاجة انا احترمتها جدا في انتر. تاني حاجة ان كان في روح. وكانوا مصدقين ان هما يقدروا يتفوقوا على ليفر بول. ودي الحتة بقى اللي انا اتكلمت عليها في ريال مدريد. ان انا ما شفتش حتى في الاداء الفرق دي. والتصرفات اللي بالكورة. الثقة دي في لعيبة ريال مدريد. بغض النظر بقى عن خطة اللعب. وكلام طبعا المرون قالوا صح ميوم في المية. بس كان باين قوي في لعيبة انتر ان هما مصدقين ان هما فرقة كبيرة. رغم فرق الامكانيات الشاسع ما بينهم وما بين ليفر بول. انتر ميلان لعب على رزق كبير جدا. ان باريسيتش يبقى طاير طول الوقت. مسندته الدفاعية لباستوني اللي بيلعب في نفس الجهة واحد من التلاتة نحية الشمال. عملوا خطرة كبيرة في اول المباراة. وشفنا ان صلاح كان جات له كورتينكا ممكن يخلص واحدة فيهم. شفنا بعدها دور كبير قوي لبروزوفيتش ان هو يساند دفاعيا باستوني. وشفنا المساحات اللي كانت موجودة في دفاع انتر ميلان اتقفلت. شفنا ان كان ناقص انتر ميلان اللامسة القبل الأخيرة. جاكو ما كانش في حالته تماما. هو تغيير خروج جاكو. آسف خروج لوطارو مارتينيز ونزول أليكسس سانشيز. كان لازم يبقى مكانها جاكو هو اللي يخرج. ويلعب أليكسس سانشيز مع لوطارو مارتينيز. لان دي مش مبارات تارجت مان. مش مبارات رقم تسعى بالمرة. فدي الغلطة الوحيدة اللي عملها انزاجي. لكن غير كده أداء شبه مثالي. طبعا الكورت السابتة ليفر بول. وكنا بنتكلم برا الهواء يا كريم. وانت قلت ان ليفر بول من أفضل الفرق اللي في العالم اللي بتلعب الكورت السابتة. وخصوصا الكورنر كيكس. شفنا كورتين لماني كان قريب جدا ان هو يسجل منهم. دي حاجة برا الكنترول بتاع انتر. مع ان انتر دفاعيا في الكورت السابتة. من الفرق النادر لما بيخش فيها كورت السابتة. فشفت انتر عمل مباراة أكبر بكتير جدا من إمكانياته. إنزاجي أدار المباراة. نفس إدارة منشيني لمباراة إيطاليا في اليورو. والإنجازات الإيطالية اللي بتيجي من التاكتكس ومن الالتزام ومن الروح. ومن الثقة إن إحنا نقدر إن إحنا منتخب عظيم أو إن إحنا نادي عظيم. ليفر بول على الجنب الثاني غياب هندرسون في نص الملعب. فرق جدا في جابهة اليمين الهجومية بالنسبة ليفر بول. لأن هندرسون كان بيقوم بأدوار بيقوم بيها أليكساندر أرنولد. في فتح الكورة على الخطوط في الأسستات في التسديد حتى من بره. وشوفنا في ماتش ليفر بول. وإيسي ميلان هو اللي قدر يحرز هذا في الفوز بتاع ليفر بول. يورجين كلوب يعني ما عرفش بقى قدرية أو لا. بس أنا اللي قريته إن ديوجو جوتا أصيب فعلا في الأنكل بتاعه. وده سبب خروجه. والناس بقى اللي جايبينه في الفانتازي يشوفوا ممكن يعمله إيه. بس نزول هندرسون فارق جدا. ووضح إنه كان بره يوم النهار. شحية. لا يا أخي ملوان. أنا هستعين بكلمة جوزي مورينيو في الوثائقية عنده عن تاطنام قال. لا نستقبل أهداف من كرات سابتة ممكن نكسب أي ماتش. الفريق اللي يوصل دور 16 ياهوبا في الليفل العالي ده. ويقدر يعمل كل الماتش ده بشكل كويس بس يستقبل من كرة سابتة للكورنر اللي جابه فرمينيو في الأول. بيقلل حظوظه بنسبة كبيرة. كرة السابتة بقت في الكرة دلوقتي سلاح خطير جدا ليك وعليك. كنا بنتكلم من أوف آريا يا كريم على فكرة الكرة السابتة لليفر بول. بقى فيه أصلا دلوقتي مدربين ياهوبا للسات بيس بس. مضبوط. مدرب كل وظيفته مع الفريق. ده غير مدرب أصلا اتعمل للسرو انز بلاوتات. ده يعني مدربين تخصصيين كتير جدا. انتر ميلان انا شايف انها عملت ماتش كبير. انا مقتنع جدا بسيميوني انزاجي. مقتنع جدا وبحب طريقة لعبه من ايام اصلا ما كان في لاتسيو. مدرب عنده رؤية كويسة. وانا بحترم او ياهوبا المدرب اللي ما بيغيرش تاكتك بتاعه مهما كان المنافس ايه. انا هواجه ليفر بول هيتغطوني عالي. هطلع بالكورة ومعنديش مشكلة. الماتش ده بيفكرني بانتر بارشلونا في الكامب نوس سنة اللي فاتت لو تفتكر. بارشلونا كذبت انتر. اين واحد؟ بالضبط لكن انتر عملت نفس الانتر عمله النهار. عمل ماتش كبير جدا. قدرت تطلع بالكورة. ده كل ده بجياب باريلا نهار. اه بزبط. كل ده بجياب باريلا. مهمة جدا باريلا. باريلا لو كان موجود نهار ده كان اعتقد فرق في نوس ملعب ريال مدريد. فالسنة اللي فاتت نفس التكتك انا شايف ان سيميوني انزاجي من الزكاء. ان هو بنى على الشغل اللي كنت عامله. ما جاش هد الشغل ده. لا هو جا بنى عليه. لكن في النهاية كواليتي لعيبة. كواليتي فرمينو. على قد ما هو بعيد بقاله فترة. بس انا عندي كواليتي فرمينو. عندي كواليتي صلاح. عندي كواليتي ساديو ماني. عندي كواليتي يورجين كلوب برضو خبرات عظيمة. كواليتي النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا. روبرتسن كان متقلق. يعني افضل لعب في المباراة. بس كوناتي فاجئني جدا. لما يبقى مدافع ما بيتمش الاعتماد عليه في الدوري. ويلعب ماتش مهم زي ده في تشامبينز ديك بره ارض. ويبقى مستبادة. وكان سريع وكان ري اكتف بسرعة جدا. ريسبونسف بسرعة جدا. لهجمات انتر ميلان. النهاردة بروزوفيتش عمل مباراة كبيرة كمان من انتر. بتاع خط المصر بتاع ايه. صحيح. انا في ريحة النهاردة محمد صلاح سجل هدف. طبعا. طبعا. مهم جدا. يفوق. يعني يفوقوه بعد الزعر والحزن بعد خسارة نهاية كلاس الامر افريكا. فانبسطت يعني ده اللي نهاردة محمد صلاح النهاردة يمكن. هدف هو يمكن بروز شغل ليفربول المباراة دات. او الشغل الاولاي اللي عمل ليفربولم زي الانتر لنهار زي ما انت قلته. طيب منشستر سيتي. ايه؟ منشستر سيتي انا عايز اشوف مين اللي بيعمل لهم القرحة. خمس اهلاف مع سبورتينيش بونا. لا. معلقة لا. انا اسف. لا والله. ده كل سنة كريم. طب معلش اجاد لك شوية. ماشي. انا مش مش هاجهة منشستر سيتي. ولا. وانا مش من محبين بيب جورديو. مش مش محبين اللي هو يعني. مش مش مشجعينه يعني. مش مش مشجعينه. اه يعني بيب جورديول هو بيب جورديول. طبعا عظم مدارف العالم. لعب سبورتينيش بونا. في اليش بونا مش يكسب. باسر في شوية الاول. طبعا شوية السيتي. ولا في ارضو. بلايش اقول له. انا بشجع مين بقى. انا شفت من البرتغال. وشفت من فرنسا. سيتي هاي. مع جورديولا. فرقة هاي لقى. جورديولا عامل صورة في الكورة. يعني بصراحة خلينا نتكلم بصراحة. انا واحد اصلا مورينيستا. زي ما بيقولوا يعني. لكن جورديولا. افكار رهيبة في الملعب. الناس بتلوم عليه شوية. ان هو بيصرف في الباكات. بيصرف في الفول باكس. ما هو بيصرف. عشان يوري الشغل اللي انت. اللي بتتكلم عليه. لازم يجيب لعيبة تطبق افكاره. ولازم تجيب لعيبة تفيد الاستراتيجية بتاعته. بس خلي بالك برضو. دور الستاشر. يعني. اصعب مشكلة. والشالنج. دايما دور الثمانية والسيميفاين. جورديولا من ساعة مساب برشلونة. ثلاث سنين مع باير ميونيخ. ثلاثة سيميفاينل زهوبة. مصبوط. أول واحد ريال مادريد. ثاني واحد أتلاتيكو مادريد. كل واحد فيهم فيها غلطة قاتلة. بالظبط. ثلاث واحد أتلاتيكو مادريد. حتى مع مانشستر سيتي. أول سنة موناكو. ثاني سنة ليفر بول. ثلاث سنة تاطنم. ربع سنة على ما اعتقد كاتليون. السنة دي أعتقد خمس سنة. لو أنا الزاكرة يعني سعفاني. تفتكروا ببيب جورديولا. لو مكسبش دور أبطال السنة دي ممكن يمشي؟ لا. أنا حاس أن شغفه مع مانشستر سيتي. أنا حاسس كده. أنا حاسس كده. لأن هو وصل. هو وصل. لا شغفهم بيالش. لا أنا أتكلم مع مانشستر سيتي. بس بالذات. يعني لأن بتوصل لمرحلة. بعد المرحلة دي خلاص. أنت مش تقدر تقدم أكتر من كده. هو وصل لبيك تشكيلة. ووصل لبيك كارير لعيبة. يعني واحد زي برناردو سيلفا. بالموسم اللي بيقدمه ده. صعب جدا إن هو ممكن يقدم موسم زيه بعد كده. يعني أنه طب وصل للبيك. هو ممكن يكون وصل للبيك ده. ممكن في فاينال شامبيونز ديج. السنة اللي فاتت. بس المشكلة إن هو عمل غلطة. بس عارف. عارف. على مستوى الأفراد يعني. على مستوى اللعب الفردي. هتلاقي دايما فيه لعيب كل موسم بتاع بيب جورديولا. يعني فيه لعيب. هتلاقي مثلا مرة راحيم ستالينج. هتلاقي مثلا جندوجان مثلا في موسم. هتلاقي مرة رياض ميحرز. السنة دي كل اللعب. وداما للسنة دي رائع. وبالزبط كده. حتى ستالينج كلهم. بالزبط. بالزبط. عشان كده بقولك هو مفيش حاجة تانية ممكن تتعمل. يعني أنا واصل البيك. الفرقة بتاعتي مش بتواجه إصابات طويلة. أنا مكمل في الدوري وراكب الدوري المنافسين بتوعي. مش عارفين إن هما يمسكوا الفورمة اللي أنا مسكها. في الشامبينز ليج طريقي سالك. فأنا مفيش حاجة تمنعني إن أنا أخد البطولة السنة دي. أجرب بقى سنة كمان مع فريق مش معروف عنه إن هو فريق ليه شخصية الشامبينز ليج أو فريق تاريخي في البطولة دي. أنا حس إن هيبقى صعب شوية. ممكن إن هو ياخد زي راحة أو زي ياخد بريك. ويرجع تاني على بروجيكت لفرقة كبيرة أورادي. فأنا ده من وجهة نظري ده توقعي إن السنة دي هتبقى آخر تجربة. عشان إن هو ياخد الشامبينز ليج مع متشاسي. بايرن كان هيخسر النهاردة من ريت بل سالسبرغ خسره مفاجأة جدا. يعني كانت تبقى خسره مفاجأة له له هدف في الدقيقة الأخيرة. بايرن متعاودين منه. وبالمراسبة سالسبرغ يشبه اللي إنت قلت أن متشاسر سيتي حظه حلو في القرعة. بس متشاسر سيتي جامد جدا فكسب خمسة بايرن المفروض أنه جامد جدا. بس كان هيخسر النهاردة من ريت بل سالسبرغ. بايرن ميونغ بعد فترة هانز فليك ومع فترة يوليان ناجلزمن. مدرب لسه ما كمش تقريباً 40 سنة عنده حاجة أو 30 سنة أو 35 أو 35 سنة. مدرب لسه صغير. التحدي برضو مش قليل عليه. التحدي كبير عليه بعد إخسارة في الدوري. خسرين في الدوري ما تشفت بسكور كبير. إذا أنا فاكر صحة كتربعة واحد. النهاردة بيجي بيتعادل في ريت بول سالسبرغ. خليني أقول لك ريت بول سالسبرغ هو فري متطور جدا. صحيح. قوي جدا. فالنمسا هو يعني الليدنج في النمسا على طول. وهو دايماً اللي بيطلع العيب طلع زي هالند ومينامينو. لكن أعتقد في النهاية بايرن قدر على حسم التأهل. بايرن عمل حاجة غريبة قول النهاردة يا كريم. إنه هو كان بيلعب سلاسي في الدفاع. من السلاسي اتنين أصلاً فول باكس. يعني كان بيلعب بافار وبيلعب لوكاس هرناندز. مع سولة اللي هو أصلاً العيب بطيء جدا. فكان سلاسي الدفاعي بتاعه كان غريب. يعني كان اختراع كده وافتكاس. أنا لما شفتش المباراة. بس لما شفت التشكيل استغربته جداً. حاسد إن في حاجة كان غريبة شوية. واضح جداً. هو بأن تشرفت ونورت. بجد الله استمتعت جداً بوجودك. حبيب مروانك العادة باستمتع بوجودك. أنا أسعدك كريم. ومفتنا كنت معهوبة كمان. وطبعاً معاك على شك. أشكركم شكراً جزيلاً.